ويجي حد يقول لك أصلي صراح ممكن يكون النهار ده وقع إصابة سياسية ممكن يكون بيتهرب يا أخي يا أخي إزاي يا أخي يا أخي إزاي دماغك ودتك لكده أصلا إزاي يعني بأي منطق يعني إيه الكلام ده بص إنت وإنت بتتفرج على المباراة خاصة لما تبقى المنتخب مصر أنا بقدر جدا ما كلنا بنبقى كده الأدرينالين في السماء وإنت مش طايق غلطة مش طايق بصة وحشة مش طايق أي حاجة إنت عايز منتخب بلدك يكسب مفهوم الكلام ده كله بس وإحنا يا جماعة غضبانين وزعلانين ما نخبطش يمين وشمال كده واحدة واحدة لسه إحنا رجلنا في البطولة تحسننا كثيرا شكلنا النهاردة كان جايت جدا في الشوت التاني بالمناسبة يعني إحنا تفوقنا على المنتخب الغاني تماما في كل الأرقام على فكرة بقى خد كمان دي المباراة تحت سنين اللي فاتت دي حتى لو فيها مباراة كنت بتكسب فيها غانة كنت بتبقى غانة متفوقة عليك جدا وإنت بتخطف جلو ولا جلين لكن النهاردة إحنا خطفنا غانة بالمناسبة إحنا خارجين من المباراة النهاردة معانا نقطتين وهم نقطة واحدة اللوقت في المجموعة غانة كانت محتاج الفوز أكتر مننا ما كانتش بتلعب على التعادل ورغم كده إحنا كنا ضغطينهم مش عارفين يكسبوا مش عارفين يكسبوا